موسيقى عزيزي الرئيس السيسي نحن لا نهنئك بنا ولكننا نهنئ أنفسنا بك نحن نعرف أننا سوف نتعبك ونعدبك ونسبب لك كثيرا من الحيرة فنحن نبدو كأسئلة بلا أجوبة وقد نكف بجوارك عن الأنين عن أصوات الاستغاثة وقد يكون عزاؤنا أن أخيرا أصبح لنا ابتسامة فأنت ابتسامتنا هذا ما كتبه أحمد رجب في نص كلمة بجريدة أخبار اليوم أهلا بكم مشاهدين الكرام هذه حلقة جديدة من برنامج سكرتير التحرير نرحب بضيفي هذه الحلقة الكاتبة الصحفية آيات العرابي أهلا بيك أستاذ آيات أهلا بيك أستاذ وكذلك نرحب بي الكاتب الصحفي عن أستاذ أحمد حسن الشرقاوي أهلا بيك أستاذ أحمد مبروك عليكم السيسي كما يقول أحمد رجب مبروك على مأيدي هنا ليت عليق على كلمة الأستاذ أحمد رجب يعني هو قال للسيسي أنا بحب أنتق اسمه أصلاً ولكن تجاوزاً هو قال أنه ابتسامة هو فعلاً ابتسامة لأنه السيسي أو وزير دفاع الإنقلاب المستقيل والذي لقب نفسه رئيس الجمهورية مصر العربية وهو أصلاً رئيس باطل هو فعلاً ابتسامة لتنقاطع لأنه أثبت أن قزافي فكرة لها تموت وزي ما تحكنا كتير أيام القزافي نحن نضحك اليوم مئات المرات كل يوم على أقواله هذا المعنى الذي كتبه أحمد رجب في أخبار اليوم ليس استثناء في الصحافة المصرية كتاب الأعمدة كثير من كتاب الأعمدة يكتبون نفس المعنى مش مبروك على السيسي الفوز برئاسة الجمهورية وإنما مبروك على مصر أنه السيسي صار رئيساً لها وده دليل أن التطبيل ده يعني عادة أساسية في الكتاب الأعمدة اللي أنت بتقول عليهم لأنه كلهم بيطبيلوا نعم وبيزمروا وبرقوسوا كميراً لأن نروح للهافينجنتون بوست والتي كتبت وانفجرت الفقاعة في مصر هذا مقال لي ديفيد هيرست حقيقة المقال ديفيد هيرست بيلخص المشهد بحرفية شديدة واقتدار في مقال 12 زي ما أنت قلت في هافينجنتون بوست والانفجرت الفقاعة الفقاعة كانت كبيرة قوي الإعلام المصري فدل ينفق فيه ينفق فيه أنت الوسيم أنت الهاشتاج الكبير ولكن الحقيقة على مدى ثلاثة أيام ناشدت الدولة المصرية بكل طاقتها كإعلاميين لجنة عليا للانتخابات ناشدت الناخبين وطلبتهم وحددتهم وسعت لإقناعهم بكل الوسائل وبالعكس كمان رشتهم سعياً عشان تحملهم على التوجه لسناديق الاقتراع هكذا قال ديفيد هيرست وقال كمان أنذر المصريون بأن المشاركة في التصويت لا تقل عن أي واجب وطني وهددوا المصريين أن من يتخلف عن التصويت سيغرم 500 جنيه وانت عارف يعني إيه 500 جنيه بالنسبة للمواطن المصري الغلبان حكومة المخلوع مبارك عملت على فقره وإفقاره على مدى 40 عاماً وأن حكومة العسكر عملت على إفقار الشعب المصري كله على مدى 60 عام وقيل لهم أن مصر سوف تصبح ليبيا أو سوريا أخرى إن لم يصوتوا جي اليوم الثاني من الاقتراع عطلة رسمية يعني الدولهم عطلة رسمية والناس برضو أبت أن تنزل وكما لو كان الشعب المصري العظيم بيدي بالألم على أفل انقلاب يعني ده بالمعنى المصطلح المصري يعني ديفيد هيرست بيقول أنه مع كل ده ومع كل الهستيريا اللي أصابت مقدم البرامج التلفزيونية تحولت سريعاً إلى حالة من الهذيان وانتهى اليوم الثاني بالإعلان عن تمديد يوم ثالث للإقتراع ومع ذلك بيقرر برضو ديفيد هيرست نفسه بيقول لم يحضر الناس ووجد فريق الصحف تابع لوكالة الأنباء الفرنسية قاعات مقرات الانتخاب التي تجول بها خالية تماماً ونقل فريق آخر تابعاً لقناة الـ CNN نفس الانتباع وعرض نشطاء صور على تويتر تظهر مسؤولين في قاعات الانتخاب وقد غطوا في صوبات عميقية يعني الناس قاعدة في لجان الانتخابات نايمة مستنين واحد بس يدخل مش لقين بيقول كمان أنه بيعرض في المقال جزئية من برنامج صباح الخرية مصر على التلفزيون المصري واللي اعترض فيه نجيب جبرايل وهو محايم متخصص في حقوق الإنسان ويترقص أيضاً الاتحاد المصري لحقوق الإنسان على مراسل التلفزيون المصري بأن هناك جماهير غفيرة تدفقت على مقرات الانتخابات لتدلي بأصواتها وقال شهدنا مقاطع مراسليكم في الجيزة وقفر الشيخ والسويس ولم نرى خلفهم سوى امرأة واحدة منقبة في اللجان الثلاث يعني باختصار شديد ديفيد هيرست بين الصورة اللي شفها بين الصورة اللي حصلت بين الهذيان اللي أصاب وسائل الإعلام المصرية التي بدت وكأنها هي الأخرى تعطي وزير دفاع الانقلاب المستقيل والذي لقب نفسه بلقب رئيس الجمهورية قلم آخر على نستكمل هذه العناوين لكن بعد أن نوع على الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن مصادر للجزيرة مقتل الشاب طه فارس إثرى اعتداء قوات الأمن على مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري خارجت في منطقة المطرية بشرق القاهرة إذن لم يمر اليوم بلا ضحايا إذن هذا ما كتبه ديفيد هيرست في الواشنطن بوست في الهافينتون بوست روبرت فسك في الاندبينتينت تقلص دور عادل إمام في مصرحات الزعيم حينما قيلة له أن الانتخابات نتيجتها 99% 2011% روبرت فسك بيقول 2007% بالضبط كده يعني أنت عارف إيه يعني أنا بس عايز أقول للسادة المشاهدين على حاجة يعني أنه في الوقت اللي إحنا شايفين فيه الصحافة المصرية بتهلل والعناوين كلها زي نحن نقتل الصحافة المصرية آه يعني العناوين كلها بتقول لك أنه السيسي فاز ومش عارف إيه وأحمد رجب بيقول لك إحنا سعيدين يعني كل ما بنشوف الحاجات دي ونجي للصحف الأجنبية ونلاقي الصورة مختلفة تحس إن إحنا عندنا صحافة فعلا شريفة جدا يعني لا ينافسها على الشرف إلا قضاءنا الشريف الشامخ صحيفة الاندبندنت في مقال للكاتب الكبير روبرت فرسك بيقول العنوان العنوان حقيقي يعني قاتل السيسي ديكتاتور عربي جديد بنسبة تفويد أدنى وبدأ الكاتب المتخصص طبعا زي ما احنا عارفين في الشؤون الشرقى وسطية وبدباجة بيقول فيها الكل يرحبون بالإمبراطور المصري ولكن ماذا عن نسبة السبعة في المئة الضائعة وده العنوان الحقيقي يعني لأنه من خلال متابعته لنتائج الانتخابات المصرية قال إن انتخاب السيسي وزير الدفاع المستقيل لا يمكن اعتباره بكل المعايير ديمقراطي ولكن الاستقرار في المنطقة هو ما يهم ما يهم مين بقى؟ ما يهم القوى الغربية ما يهم أمريكا ما يهم الاتحاد الأوروبي ولكن هو تابع الحقيقة المقال بتاعه ساخر وقال الإنجاز العظيم المدهش الذي لا يصدق للمشير السابق ووزير الدفاع السابق المستقيل في الانتخابات المصرية يدعاه في صف العظام الذين لا ينمحي ذكرهم من التاريخ العربي الحديث ناصر والسادات وحافظ الأسد ولكن فوز السيسي جاء بأقل من 7% عن النسبة التي حصل عليها هؤلاء الثلاثة في انتخاباتهم مما يعني هو طبعا بيقصد هو عايز انه ما جيبش 99% انه حق بالضبط كده يعني انه الديكتاتورية في العالم العربي تعودنا منها انهم دائما يحصلون على 99% يعني ده الحال الديكتاتوري في كل الدول العربية ولكن السيسي رغم انه هو ديكتاتور وفي دولة عربية وهي مصر الا انه جاء بأقل من هذه النسبة مما سيقلل من تواجده العربي او العظمة يعني اللي الناس كلها الرؤساء كلها حاسد بيها يعني وقال المجد للامبراطور المصري حتى لو لم يحصل على النتيجة التي حققها وحش بغداد ولكن من نحن حتى ننكر هذه الارقام مشيرا الى ان البريطانيين هم من اخترعوا عادة الارقام هذه منذ تنظمهم انتخابات العرق قبل 93 في انتخاب الملك فيصل واللي حصل فيه على 96% يعني باختصار شديد روبرت فيسك بيقول انه لا يهم ان تكون السلطات المصرية اجبرت على الاعتراف بان نسبة المشاركين في الاقتراع كانت اقل من 46% يعني تم اجبار السلطات المصرية انهم يعترفوا انه نسبة المشاركين في الاقتراع كانت 46% من عدد المسلوح وان كان هذه النسبة حتى مشكوك فيها وان كان حتى النسبة زي ما انت بتقول مشكوك فيها ولكن هو بيقول انه لاول مرة السلطات المصرية يتم اجبارها يعني ودي نقطة كويسة جدا وتحسب الى صالح المقاطعين يعني انا من منبر الجزيرة ومن خلال برنامجك انا بوجه الحقيقة التحية وكل التحية لكل من قاطع هذه الانتخابات الغير شرعية هذه المصرحية الهزلية ووجه ايضا التحية لكل الثوار وكل المتظاهرين الذين ابوا ان يعودوا الى بيوتهم منذ اللحظة الاولى للانقلاب العسكري والمجد للشهداء زي ما بنقول دايما طبعا نخلاك جنة بس جنة للشهداء الجنة للشهداء طبعا الجنة يا قمة المجد بالضبط بالضبط فاللي انا عايز اقوله من مقال روبرت فسك هو كمان بيعلق على صباحي بيقول انه على الرغم من كانت صورته رجل شجاع دربة وسجنة من جانب نظام المخلوع مبارك ولكن عز بنفسه بمصرحية وخاض الانتخابات الغير شرعية زي ما احنا بنسميها ولكن هو بيتساءل في نفس المقال عن محمد مرسي والرئيس المنتخب والمختطف والذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين وقال انه تم انتخابه بنزها وده بقى الجزئية اللي انا الحقيقة عايز اركز عليها في مقال روبرت فسك انه قال انه الرئيس محمد مرسي تم انتخابه بنزها وحصل على 51% في انتخابات 2012 واللي اطاح به نفس الرجل الذي ينصب نفسه اليوم رئيس الجمهورية يعني باختصار شديد جدا انه الرئيس المنصب اليوم هو يعتقد انه اصبح رئيسا ولكنه حقيقة الامر ان كل العالم يرى حقيقته الا هو كل العالم بما فيها الجارديان والتي وصفت الانتخابات بانها كانت قاصرة وكانت شكلية هذه افتتاحية الجارديان افتتاحية الجارديان الحقيقة يعني انا بيهملي جدا في اي جريدة اجنبية بنبص عليها سواء امريكية بريطانية اي جريدة احنا دايما بنبص على الافتتاحيات لانه اي مقال بالزبط كده اي مقال رأي جوه الجريدة زي احمد راجب مثلا كده مقال يعني لا يعنينا الحقيقة في اي شيء ولكن انه الجارديان في افتتاحيتها بتقول دارت مصر دورة كاملة مع تنصيب جنرال عسكري جديد دارته كأن المصريين عادوا الى ذات النقطة التي بدأوا منها في ناير يعني احنا كده بنقول نقطة ومن اول الساطر يعني احنا عملنا ثورة علشان نخلص من نظام عسكري من نظام باقد من نظام المخلوع مبارك ولا نعود لنفس النقطة من اول وجديد كما لو كنا بندور في دائرة مفرغة هقول انه التفاصيل المقال بيقول دارت مصر دورة كاملة مع تنصيب جنرال عسكري جديد في منصب رئيس الدولة بعد انتخابات قاسرة وشكلية والاشكالية بقى فيها اشكالية ايضا يعني شكلية واشكالية فيها ان كل من امل بتحقيقه من خلال هذه الانتخابات وبكل من امل من تحقيقه من خلال الاطاحة بنظام مبارك عبر سلسلة من الاحتجاجات العامة الغير مسبوقة في 2011 لتحقيق الديمقراطية والحقوق الانسان والعدالة والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية وامكانية توصل الاسلاميين والليبراليين والمحافظين كل ده كان عبارة عن رماد لانه الدولة البوليسية والدولة العسكرية عادت بشكلها الاكثر قبحا ترى الصحيفة ان ما حدث هو جنديا متعلقا بتقاليد العسكرية اللي بينتمي اليها جمال عبد الناصر وانوار السادات وحسن مبارك وانه هذا الجندي يعني حتى مبيروش جنرال لا جندي يعني واضحة المعنى يعني يتقدم نحو العرش ومع انه لا يتمتع اصلا بالموهبة والميزة التي تمتع بها الرئيسين الاثنين من الثلاث العسكري وعلى فكرة نفس المعنى ده انا كنت كتبته قبل كده في مقال اسمه الحكم العسكري من السد العالي الى اللندن موفرة نعم يعني حتى هم لا يرون انه لا يشبه عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك حتى لانه حتى بص عبد الناصر كان اول نتاج للعسكر كان شكله طول وكان يتمتع بالكارزمة على الرغم ان انا من معارضي عبد الناصر ومش من السيسي كذلك تصفه مؤيده بانه رجل رشيق ووسيم ووسيم وامور يعني على رأي احدهم يعني ولكن المقال هنا الافتتاحية بتاعت الجارديان بتقولك انه لا يتمتع بالميزة اللي يتمتع بها الرؤساء الثلاثة الصادقين يعني حتى الناس برده اللي هيبها الميزة دي يعني يعني اللي هو يعني احدهم كان يتمتع بالكارزمة اللي هو عبد الناصر والصوت المؤثر في الشعوب السادات كان يتمتع بالمنطق اللغوي الجميل وصياغة اللغة حتى في اللغة الانجليزية السادات كان يتمتع بلغة انجليزية لها منطق لفظي يعني مختلف عن الاخرين الاثنين على فكرة كانوا مثقفين عنه اه يعني كان يتكلم قريبين اكتر من السيسي كتير مبارا مش حتى بس نجربناش من السيسي يعني معيون كنا نحكم عليه لا ده احنا شفنا كتير اوي كفاء منظر الموفرة والعيش والرغيف العيش اللي بتقسم اربع بس بس نجربناش حوارات على الهواء حتى والاستراتيجية الغريبة بس بالمناسبة يعني حكاية نصحيفة الجارديان البريطانية دي بتعبر عن الطبقة المحافظة في بريطانيا وليس شرطا انه حزب المحافظين حتى اسمها الجارديان فمن المهم جدا فعلا الافتتاحيات الاديتاريال دي مهمة جدا في صحفة البريطانية انت ما تشوف الانديبندنت مثلا فهي الانديبندنت زي اسمها كده طبق ما لعاش ارتباط سياسي طبقي اجتماعي اه قدم لها بطبق معايا هي انديبندنت وغير الجارديان غير بقية الصحف التانية بتعبر عن اليسار البريطاني وغيره فمن المهم انه افتتاحيات الصحف هي الاهم من ده انما لو جد تتكلم مثلا عن ديفيد هيرست وروبرت فسك فالاتنين معروفين بانهم مهتمين جدا بالشرق الاوسط وهما كنتيها في الشرق الاوسط وحدهما كان متسؤولا عن شرق الاوسط في صحيفة كبيرة وهي الانديبندنت روبرت فسك تحديدا فهما الاتنين لما يتكلم عن انهيار الصنم او الاسطورة اصل هي المهمة هنا واحنا بنستعرض الصحف انه نبين للمشاهد او القارئ اه ما هو لكن اجمالا يمكن وصف هذه الافتتاحية بانها ربما تحط شيء امام من شأن السيسي هو اجمالا تصوفه بالجندي وانه لا يوشبه العسكريين القدامى الذين حكموا مصر الاهم بقى من كده كمان يعني طبعا احنا قلنا كلام ده لكن الاهم من كده انه الافتتاحية اثارت دور الاعلام المصري واللي بيأثر فيه اللي بيسيطر عليه طبعا مجموعة من رجال الاعمال ومجموعة من الرجالات الدولة العميقة دولة المقلوع مبارك وقالت انه على الرغم من قيام الاعلام بدور كبير جدا وجهد رهيب في الحملة الانتخابية في الاشهر التي سبقت الحملة الانتخابية بتاعته الا انه فشل انه يقود الامة نعم هذا ما ترى الجارديان وهو عكس بالتأكيد ما ترى جريدة الاهرام المصرية والتي كتبت على صدر الصفحة الاولى لا تعون على انتخابات الرئاسة هكذا كتبت الاهرام لا تعون على انتخابات الرئاسة منصور يتمسك ببدء ولاية الرئيس المنتخب فورا اعلان النتائج الرسمية هذا ما كتبته الاهرام في طبعتها ثم تراجعت الاهرام وغيرت العنوان الرئيسي وكتبت الاهرام صباح يتقدم بعدة طعون واللجنة تبحثها اليوم الاهرام العربي تكتب ديفيد ماريو رئيس باثة الاتحاد الاوروبي لمتابعة الانتخابات للاهرام العربي لا نعطي شرعية او ختما على صحة الانتخابات المصر اليوم السيسي يؤدي اليمين الدستورية امام منصور النتيجة رسميا قبل ذكرى النكسة والنور يحقق في ابطال الاسوات المصر اليوم تكتب محافظات بشرة خير المنسية تقدم ربع الاسوات اما الوطن فتكتب العالم يهني السيسي ومرسي يدخل مرحلة الهذيان المعزول الانتخابات مهزلة وصباحي شارك في المصرحية الوفد تكتب على صدر الصفحة الاولى مصادر سياسية للوفد الفريق الرئاسي في مرحلة التشكيل الحديث عن الادوار السياسية لعضاء حملة السيسي سابق لاوانه وفي الوفد ايضا في الصفحة الاولى الشعب يعود الى التحرير للاحتفال بالرئيس المنتخب الشروق موسى يطلب من صباحي الوقوف خلف السيسي وفي اليوم السابع الصفحة الثالثة مرسي بعد فوز المشير عملها السيسي الانتخابات دي هتغير حاجات كتير يبدو ان مرسي بيقول حاجة في الشروق وبيقول حاجة تانية في اليوم السابع النص اللي موزعها العلاقات العامة بوزارة الداخلية او شؤون المعنوية لا مش نصين هو بس مع اختلاف الصياغات انما لما تقراه في الجريتين او في تلت جريت تجد انه في عدة رسائل الرسالة الاولى انه يعني هناك حالة من الصدمة وصلت للرئيس في محبسه طبعا انا في حاجات شكلية في المواضيع دي ودي اللي بتجيب لي غسيان يعني انه دايما ايه قال لحراسه قال للمش عارف مين فما فيش مصدر authenticated مفيش مصدر له مصداقية المصدر الصحفي يعني ناس اللي اشتغلت محروم من الحديث لسنوات طويلة في عمل صحفي او اللي شافت في الصحافة في المجتمعات الغربية وعاشت واشتغلت مع صحفين اجانب وفي صحف اجنبية بيعرفوا انه الكلام بتهريك يعني الكلام اللي مكتوب نقلا عن الرئيس مرسي ده لو تاخد النص ده وتراح ليه اي مسؤول في اي صحيفة اجنبية يعني مفيش اللي مدهول على طول كده فورا يعني لانه لا يعني كلام لا يا صح المصدر لابد على الاسكر كل جمعة الرسالة بقى نرجع للرسالة هيا ده منحس الشكل بس كان يعني كان وانا برضو في كل مرة بيجيبه خبر كل جمعة انا بتاع ده بقى اعيد التأكيد على اهمية المصدر يعني اللي بيصرب الحاجات دي ما يخلي عنده شجاعة ويقول ويقول اسمه اللي بيصربها ده اذا كان هناك مصدر انما انما التلامه هو ما بيقولش الشؤون المعنوية في الجيش او في العلاقات العامة وزارة الداخلية حتى لو كان الحراس يستربون هذا الكلام للجرائد انا لم يكن ما فيش حارس الدكتور مرسى ان يتعلم مثلا انو كل اسبوع يتسرب له يوم الجمعة الحراس لا يستطيعون ما فيش حارس مين الحارس اللي هيبقى انا مثلا لو رئيس تحريره قاعد او مثلا بتلقى شغل من زميل وجاي دي زميل يقول لي انا جاي بالكلام ده من الحارس تمام ما فيش حارس عنده علاقة مع صحة فيه بشكل مباشر الحارس المباشر ما فيش علاقة انما المسؤول اللي بيجيله الكلام ده مسؤول الاعلامي او اللي جات له فهوصل للمرة الثانية خلال اسبوع الاهرام تغير المنشدة الرئيس اه طبعا دي اولا واقعة اللي عاملين في الغرف الاخبار في الجرائد وكده عارفين انه فيه دائما ثلاث طبعات يعني الاهرام لها ثلاث طبعات طبع الاولى والطبع التانية والطبع التالت اما فيه يعني في الظروف العادية لو عندك مشكلة تقدر تغيرها في الطبع التانية في البروفة بتاعت الطبع التانية احنا كنا بنغير صفحة الاولى كلها مثلا يعني نيجي بروح شدين الصفحة الاولى كلها او معظمها 80% و90% منها بل ما نشرت بكل انما بما انك انت في النظم استبدادية وما حدش يقدر زي المرة اللي فاتت لما كان لما عملت الاهرام اصدق عنوان صحفي في تاريخها في تاريخها في زمن سلطة الانقلاب اللي هو النسيسي ودشن اكبر مشروع لمحاربة الفكر وكان المقصود دي لمحاربة الفقر فراحوا طبعا عدموا عدد كبير جدا من النسخ ده اهضار للمال العام ده لو فيه دولة ديمقراطية ودولة محترمة الاهرام دي والموظفين بتوحها بياخدوا من دافع الضرائب المصري هذا مال عام وعدام هذه النسخ يعد اهضارا للمال عام وزملائنا اللي بيسمعوني في الاهرام يستطيعوا لو فيه قضاء محترم في مصر ان يرفعوا دعوة في العدد اللي صدر المرة اللي فاتت والعدد اللي بتاع النهاردة السبت يرفعوا دعوة على ادارة الاهرام لاهضارها المال العام فانها تسببت في اتلاف واعدام هذه النسخ لانه ده يضع المسئولين عن جريدة الاهرام تحت طائلة القانون ده اذا كان في قانون اليوم السابع في الصفحة الاولى خطيب التحرير يطالب وبسحب بطاقات التموين عن المتخلفين عن التصويت وفي التحرير الصفحة الثانية مصدر بالعليا السيسي يؤدي اليمين في موعدين اقصاه 15 يونيو هناك تفاصيل كثيرة حوالين القسم هيقسم امام مين وهيروح فين لكن يبدو ان كلها طبعا في الشكل وليست في المضمون يعني المحورة ثانية دي سوف نتحدث عنه في الجرائد المصرية حراك الجمعة المصر اليوم تكتب في الصفحة الثانية معارك بين الاخوان والاهالي في جمعة رفض السيسي المصر اليوم الصفحة الثالثة حيث يات اعدام 37 اخوانيا والمؤبد 491 في المينيا المتهمون شياطين واعداء للوطن المصر اليوم الصفحة الرابعة خطب الجمعة تطالب بالعمل لنصرة السيسي المصر اليوم الصفحة الاولى مصر اعطالب بكلية الشريعة في انفجار عبوان ناسفة القتيل كان يقود دراجة بخارية ووضع قنبلتين اسفل الكرسي والحر سبب التفجير المصر اليوم الصفحة الخامسة مؤيد السيسي يهزمون الاخوان في مظاهرات رفض الرئيس الوطن الصفحة الاولى الارهابية تفشل في افساد فرحة الرئاسة والامن والاهالي يجهدون مسيراتها المحدودة وفي الوفد الصفحة الثانية محاولات فاشلة لعضاء الارهابية مصر اخواني انفجرت في قنبلة في منشية ناصر والعثور على عبوتين في شنك بمدينة ناصر وفي شروق الصفحة الاولى الاخوان تفسدوا افشال فرحة الرئاسة اليوم الصابع الصفحة الاولى اشتباكات عنيفة بين الامن وانصر الاخوان بالدائري في التحرير اختفاء ارهابي مرسي بعد الغاء العفو والداخلية تمهلهم مدة معينة تقريبا استاذ احمد نفس العلاوين اللي تتنظر كل جمعة شوف طبعا انا برضو بكرر كل جمعة ما بحبش دغدغة المشاعر بتاعت الناس وان انا اقول ان الناس يعني ابطال لان هم فعلا ابطال ولان هم مش محتاجين مني او من غيري انه يقول عليهم ان هم ابطال احنا بنسندهم بشكل لا يستهدف دغدغة المشاعر وبنقول انه فعلا الناس اللي خرجة بقالها سنة وبتخرج كل يوم بقالها سنة لكلمة بطل يعني شوية عليهم تمام المرة دي واحنا يعني دخلين على فترة مهمة جدا بعد هذه الانتخابات الخروج المرة دي له مغزة وله دلالة وله معنى ليه انه بالنسبة لنا الانتخابات او المهزلة اللي بقى بين هلالين يعني انتخابات المهزلة دي اللي عملوها لتنصيب زعيم عصابة الانقلاب رئيسا للبلاد دي لا تعنينا في شيء هي والعدم سواء وانا شرحت اكتر من مرة قبل كده مسألة قانونية الانتخابات دي اذا كان هناك تنافس على منصب غير شاغر في القانون بيسموه المنصب غير شاغر في التنافس على منصب غير شاغر يبقى باطل بطلانا مطلقا وهو والعدم سواء وهو والعدم او اجراء قانوني منعدم البطلان ده اعلى الانعدام اعلى درجات البطلان اعلى درجات البطلان وبالتالي بالنسبة لنا احنا كمؤيدين للشرعية وكمناهدين للانقلاب هذي الانتخابات هي والعدم سواء ولا يعني ما تفرقش معنا خروج الناس النهاردة في الجمعة بتاعت النهاردة هو ده بقى الكلام ان هو بيقول احنا هو احنا المقاطعين احنا اللي تم اقصائنا من العملية السياسية دي واحنا موجودين وبالمناسبة لا يستطيع احد ان يدعي ان هو ان المقاطعة دي يملكها فرض لا تحالف دعم الشرعية ولا غيره الشعب المصري كله وخطابنا جميعا يجب ان يتوجه للشعب المصري كله وفي القلب منه الشباب الشباب اللي موجودين في الطيار الاساري وفي الطيار الليبرالي وفي الطيار الاسلامي هم من يقودون وعلى فكرة الدولة البوليسية المخابراتية طول عمرها بتعمل شعق ما بين الطيارات دي لانه بقاء هذه الدولة البوليسية المخابراتية مرهون باستمرار الخلافات ما بين الطيارات السياسية المختلفة اتحاد الطيارات السياسية المختلفة معناه القضاء على الدولة البوليسية المخابرات الخبر اللي ورد في المصر يوم في الصفحة الخامسة مؤيدوا السيسي يهزمون الإخوان في مظاهرات رفض الرئيس ثم الصورة المنشورة هي لرجال أمن ملثمين ويحملون الأسلحة هل تقصد ربما الجريدة أن رجال الأمن هم مؤيدوا السيسي؟ مش كده بس يعني وطبع الرجال الأمن مؤيدوا يعني بس النغم اللي أنا شايفها في الجرائد المصرية كلها الإرهابية بتعمل كذا وكذا الإخوان وكما لو كان الفزاعة الكبيرة اللي هم شغلين عليها بقالهم سنين واشتغلوا عليها خلال السنة ونص عيام الدكتور محمد مرسي واشتغلوا عليها أربعين سنة عيام حكم المخلوق مبارك وكما لو كانت الفزاعة هي هي عارفين إيه اللي بيخوف الناس الإخوان هم اللي بيخوفوك والإخوان إرهابيين الإخوان معرفش إيه كما لو كان الإعلام المصري لم يتعز ولم يأخذ الدرس ولم يتعز به ده اللي لفت نظري أما بقى حكاية أنه الأمن هو تم طبيعي جدا ما احنا عارفين أنه الشرطاجية الداخلية هم الإيد الطولة لعصابة الإنقلاب طبيعي جدا أن الرجال الأمن هم دول اللي بيهزموهم لا هو المقصود كمان في المظاهرات اللي هم بيكلموا عليها أنهم فتحوا ميدان ربعة للرأس والمغنى والاحتفال ده عدل كمان من الإعلاميين وطالبونا بتغيير اسم ميدان ربعة من ميدان ربعة إلى ميدان عدل منصور تكريم المستوشل عدل منصور أولا بصراحة تكريم المستوشل تكريم المستوشل أولا نكاية أم فيه لا المشكلة بقى في العدل عدل منصور الذي ستغادر قصر الاتحادية قليلا لا المصيبة بقى الكبرى أنه بيقول لك أنه اللي نصب نفسه الرئيس للجمهورية هيؤدي اليمين أمام اسمه إيه اللي أنت قلت عليه ده منصور ده فإزاي يعني الراجل ده مش كان من كم يوم هو اللي ماسك المنصب وهو اللي شغل العينوه يبقى رئيس لجمهورية مصر العربية دلوقتي خلاص هيؤدي اليمين قدامه المواضيع كلها عموما هو دايما كده لما يكون فيه مسرحية هزلية ده يبقى الكاتب السيناريو مش عارف يعمل حبكة ما فيش حبكة درامية يعني مصيبة كلها أنه احنا أمام المصرحية هزلية بص في كتابة الرواية أو المصرحيات فيه دايما زروة زروة الأحداثة كلايماكس لما توصل للكلايماكس تبدأ العقدة الأزمة تبدأ تتحل يبدأ الحل أنا بتصور أنه الانتخابات الرئاسية هي الكلايماكس بتاع أو الزروة لأنه الحل لانتخابات الرئاسية ربما لا لأنه بعديها المفروض أنه لو كاتب سيناريو بارع زي ما بتقول لها يهد كده يبدأ يحل للعقدة وتتحل بص هقول لك ملاحظة مهمة جدا على اللي انت بتقوله من الحراك بتاع النهاردة البيئة الحاضنة للثورة ده جملة كده لازم نخلي الناس تركز فيها علشان نعرف ايه نوصل للحكاية الأهالي اللي يجبوا شاهدون التظاهرات الشرفات والمنافع دول دي اسمها بقى ايه دي اسمها البيئة الشعبية الحاضنة فيه حاجتين فيه البيئة السياسية الحاضنة للثورة أو للحراك الثوري وفيه البيئة الشعبية الحاضنة في الاتنين دول فيه تحسن كبير من بعد 3 يوليو لغاية النهاردة هناك تحسن في مجال البيئة الحاضنة الشعبية للثورة وهناك تحسن في البيئة السياسية من جانب القوى السياسية الأخرى غير الطيار الإسلامي وهذا ما يعطي أملا ويعني يخلينا يؤكد عندنا يقننا بأنه النصر قادم وأن حكم العسكر سيسقط ما تنساش ان المظاهرات النهاردة يعني ضد الانقلاب العسكري لم تنقطع أصلا يوم واحد منذ اليوم الأول لإعلانه لكن البعض يرى في مظاهرات هذه الجمعة أنها كانت أكثر زخمة من مظاهرات أخرى وده شيء طبيعي جدا بعد الانقطاع الغير طبيعي عن الزهاب لصناديق انتخاباتهم المزعومة طبيعي جدا أنه نشوف مظاهرات أكثر زخما وأكثر قوة يعني ده طبيعي نحن لازم ننتهز الفرصة وأنا بقول إحنا مش بس لازم يكون مظاهرات لازم يكون لتتساعد المظاهرات أكثر من كده يعني لازم يكون في مع استمرار سلمية بتأكيد تقول أنه النسبة التي حصل عليها السيسي أقل من ما كان متوقع بنسبة لديكتاتورية عسكرية آه كلام ده إحنا قلناه في مقال من المقالات اللي إحنا استعرضناها النهاردة في الصحافة الأجنبية يعني أقل منها من 46% في افتاحية الإيكونوميست؟ في افتاحية الإيكونوميست كمان أيلين نفس الشيء في الافتاحية قالوا يعني لا الافتاحية بتاعات الإيكونيوميست الحقيقة مختلفة أعتقد أن الافتاحية دي دي كانت جريدة تاني اللي كان مثل بتقول رئيس مصر الجديد يسير نحو لحن خاطئ وكما لو كان أنه يسير نحو الهوية يعني أنت عارف كده لما في العمل الدرامي هنرجع تاني لأعمال الدرامية ليه أنا بأكد على العمل الدرامي لأنه اللي إحنا فيه ده عبارة عن مصرحية هزلية من أول يوم لإعلان الإنقلاب العسكري وخطف الرئيس المنتخب محمد مرسي وإلى يومنا هذا إذن نحن أمام مصرحية ولذلك أنا بقول أنه أنه يسعد لينزل إلى الهوية هو ده بالزبط الصحيفة الإيقانيماست بتقول رئيس مصر الجديد وطبعاً هنحط كده 200 ألف خط تحت كلمة رئيس مصر لأنه بالنسبة لنا ما فيش رئيس غير الدكتور محمد مرسي يسير نحو لحن خاطئ وتؤكد الصحيفة أن عبدالفتاح السيسي الرئيس بتاعهم رئيسهم بدأ فترة رئاسية بداية محرجة حيث الإقبال على الانتخابات والتي كان من المفترض ده كلامهم بالزبط أن توفر الغطاء المدني لديكتاتورية عسكرية كان أقل حتى مما كان متوقع هنا بقى احنا بنقرأ رسائل الرسائل دي موجهة إلى الدول الأجنبية يا دول يا أجنبية اللي سندته هذا الدكتاتور وهذه الدمية البلهاء التي أثبتت التي أثبتت غباء في حديثها الأخير للشعب المصري من خلال البرامج الحوارية واي واي إلى آخره إلى آخره الرسالة ليكم أنه حتى الغطاء المدني للديكتاتورية وللدمية بتاعتكم هذا الغطاء فشل فشل دريع وكان أقل من المتوقع دي رسالة رقم واحد رسالة رقم اتنين بتقول أنه على الرغم من بقاء سناديق الاختراع مفتوحة على مدى ثلاثة أيام وده الجزئية الثانية من المقال على أمل أن المزيد من المصريين هيذهبوا إلى اللجان وباستخدام طرق الترغيب طارة والترهيب طارة أخرى إلا أن الانتخابات فشلت في توفير هذا الغطاء الشرعي للجرول ده افتتاحية ما أقولك إحنا دايما بنحاول إن إحنا نجيب الافتتاحيات لأنه هي دي اللي بتعبر فعلا عن السياسة التحريرية طبعا مش السياسة التحريرية عن السياسة العامة ولكن ده رأي الجريد هو ده الرأي ده كما لو كنت بتلسح الأخبار والأهرام يعني دي مهمة جدا مجلة ومجلة رسينة جدا من أقبل المجلات وكلامها يعني هي اسمها الاقتصادية بس هي بتتناول الموضوعات سياسية ولذلك هو في جزء اقتصادي على فكرة في المقال هنا لأنه بيقول إنه الصحيفة طبعا أشارت الشباب اللي اصتاروا وحبوا من أجل الإطاحة بنظام مبارك المخلوة بعد 30 سنة من الحكم القمعي يعني كما لو كان المجلة أو الصحيفة بتشير إلى إنه عهد مبارك حكم قمعي بس المجلة 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 بتشير إلى الحكم القمعي وده بيقول إنه لم يغير الاتجاه وده كان على الشباب دول كانوا على استعداد إنه هم يضحوا طبعا بحياتهم ووصفت المجلة في الجزء التاني والأهم من المقال الحقيقة قالت تحت عنوان الأوزة الوزة يعني تخطو إلى أسفل الطريق الأوزة الخطأ الأوزة دائما توصف الكبرياء والخيالي يعني بس إيه بتحته إلى الطريق الخطأ وقالت إنه على السيسي أن يدعى في الاعتبار شقين أساسيين لكي ينجح وقالت إنه أهم الشقين دول هم السياسة والاقتصاد وحتى الآن لم يبدي استعدادا للقيام بده رغم إن فيه مبادرات شحيحة منه الشق الأول اللي هو السياسة اللي المجلة بتؤكد عليه إنه لم يخطو خطوات قوية بالنسبة له هو حجم المعارضة الشارسة واللي بان جدا جدا في الانتخابات الأخيرة المزعومة بتاعتهم وقالت إنه الإخوان المسلمين ويعني ركزت شوية على إنه الإخوان المسلمين بدعموا الرئيسهم السابق ولكن في الوقت ده بالتحديد والانتخابات الأخيرة وأوضحت إنه حتى الليبراليين والعلمانيين والشباب واللي قاموا بالثورة ضد مبارك المخلوع كانت لهم الكلمة الكبرى في المقاطعة الانتخابات في الفترة الأخيرة وقال الكاتب كمان إن حوالي 16 ألف شخص على الأقل إن لم يكن أكتر وإحنا طبعا عارفين إنه أكتر إحنا يعني إحنا معارضي الانقلاب العسكري عارفين إنه أكتر من 16 ألف في المعتقلات وقال كمان إنه ألف واحد قتلوا طبعا هم مش ألف ولا حاجة وإحنا عارفين إنه أكتر من أربعة آلاف أستشهدوا عدة آلاف يعني عدة آلاف أستشهدوا وحكمت المحاكم السورية طبعا بتاعتهم على المئات من المتظاهرين حتى الموت طبعا المقال برضو يعني الغريب جدا بقى في المقالات دي كلها اللي إحنا استعرضناها النهاردة وإستاذ أحمد هيتكلم معي في الحط في الجزئية دي إن الثلاث افتاتحيات بتوع الثلاث صحف والمجلة نعم تكلموا عن دور وسائل الأعلام المصرية هي وسائل الأعلام المصرية انتقدت وانتقدت الوسائل الأعلام الأجنبية بشكل كبير وشكل مكثف وحتى قال الإعلاميون المصرين نحن لا نريد أن ننظر كيف ينظر إلينا الخارج وهذه صحف ممولة من الخارج فأنها صفراء صحف ممولة من الخارج مطبيعي جدا أنها صحف خارجية كل صحيفة بتمثل بلدها كلامهم غريب عموما ولكن هو في مقلب رئيس في التحديد اللي هو مصر جميلة ومصر فبيكلم فيه عن صحيفة الأخبار اللبنانية يعني الصحف الأجنبية وبيوصل للنتيجة إلى الصحف المصري نعود مرة أخرى المصر اليوم تكتب في الصفحة الأولى الأحزاب تعلن الحرب على قانون النواب التجمع يسمح بالمال السياسي والمصر الديمقراطي نبحث المقاطعة في الوطن الصفحة الثالثة مصادر الرئاسية تدرس تعديل نسبة الفرد والقوائم استجابة للأحزاب وتواجه أزمة الدوائر الوفد تعديلات جديدة لقانون انتخابات النواب 60% للفرد و40% للقائمة وزيادة تمثيل المرأة وإعادة تقسيم الدوائر في التحرير الصفحة الأولى الإخوان يغازلون البرلمان من الأهرام الاستراتيجي ممثل عن الحرية والعدالة يشاركوا في مناقشة قانون البرلمان ومجلس الدولة يتسلموا اليوم طرح الحديث هنا سيد أحمد هو في إطار ترسامة القوانين التي تصدر في ظل غياب المجلس المنتخبة تصدر من عدل منصور رئيس المؤقت لأن القصة الموجودة دلوقتي عارف دايما أنا كنت بقول كواليس الانقلاب العسكري من ساعة ما حصل عاملة بالضبط زي اللي احنا بنشوفه في الإعلام أو ما يترصب وما يترشح عن الانقلاب العسكري عامل زي قمة جبل الجليد العائم دايما القمة جبل الجليد اللي يعرف التشبيه ده بيبقى باين جزء بسيط جدا فوق الميا إنما تحت الميا الجبل هائل الحج هائل الحج فإحنا اللي بيوصلنا من هذا الانقلاب واللي بيعرفه العالم واللي بيتسرب عن الانقلاب مجرد قمة جبل التلج العائم حاجة صغيرة خالصة ما تحت السطح أكبر بكتير جدا جدا من اللي اللي بناعرفه منه فأنا عايز بمناسبة القوانين دي فيه مثلا اللي داير دلوقتي أو اللي احنا عارفناه إنه فيه مشكلة جبيرة جدا إنه القانونين قانون بتاع مجلس النواب وقانون الدوائر الانتخابية المباشرة السياسية القانونين دول من المفترض إن عدل منصور يصدرهم قبل ما يستلم عبدالفتاح السيسي ما يستلم عبدالفتاح السيسي وهم عايزين يعملوا حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا حتى لا يكون أمام عبدالفتاح السيسي في أيام الأولى في قصر أي منغصات أي منغصات وما يبقاش مسؤول عن حاجة لسه أول ما يخش أول يوم يروح ماضي قانونين مهمين جدا فعايز يبقى عدل منصور هو اللي يشيلهم واخد بالك وشيل مسؤوليتهم إنما المشكلة في كده المشكلة في كده إنه شركاء السطول العسكري الانقلاب العسكري بيقتسموا الآن كعكة الكعكة فكعكة الانقلاب يعني بص مثلا عمرو موسى خلاص متستفاله الموضوع بتاع أنه يكون مكان الأخضر الإبراهيم في سوريا وظيفة دولية يوصي حمدين صباحي بإنه يتعاون شوف إيه رجري دي النقاردة شوف العناوين اللي موجودة يقولك إيه يوصي حمدين صباحي بإنه يتعاون ويقف خلف السيسي وبعدين إنه وابق اللي هما الناس اللي شاركوا في الانقلاب العسكري دول اللي إحنا شفناهم يوم تلاتة سبعة ممثلينهم والناس اللي موجودين يعني هل دخلنا مرحلة اقتصام الغنائم بعتبار أن البرلمان هو الذي سوف نعم توزع منه العطايا على الشركاء الانقلاب كعكة الانقلاب تقتسم الآن بين الشركاء بس أنا أخشى أنه عندنا مثل شعبي بيقول أنه ساعات أحيانا ما بيشوفوهم شو هما بيسرقوا يشوفوهم هما بيتسرقوا بيتخنقوا إلى الأهرام الصفحة الأولى الكهرباء ترفع أسعار استهلاك المحال التجارية سرا وفي الأهرام أيضا صرف رواتب يونيو يوم 18 ويوليو 20 وأغسطس 24 المصر اليوم الصفحة الأولى مصادر بالكهرباء زيادة الأسعار 20% الأزهر تبدأ تسكين طلاب المدينة الجمعية بعد إجازة الانتخابات وفي الوطن الصفحة الثانية إقاف 15 إماما وخطيبا وإحالتهم للتحقيق لا تراضهم على نتيجة الرئاسية وفي الوفد الصفحة الأولى فهم يبحث في الجزائر عودة مصر للاتحاد الإفريقي وفي الوفد الصفحة الثالثة محلب يقدم استقالة استقالة حكومته للسيسيا عقب حلف اليمين وفي الشروق الصفحة الأولى الحكومة تتراجع عن ضريبة البورصة تحت ضغط المستثمرين في التحرير الصفحة السابعة كوليس اجتماع منتصف الليل بين محلب والمجموعة الاقتصادية بسبب خسائر البورصة هذا فيما يتعلق بمحور الحكومة في الأخبار المتفرقة المصر اليوم تكتب في الصفحة الرابعة الغنوشي خروج النهضة من الحكومة أنقذ تونس بعد ما حدث في مصر وفي الوطن الصفحة الأولى تحالف صباحي المعارض ينطلق خلال أسبوع قوى ثورية تنقسم حول المشاركة وإسلاميون يرفضون التحالف وسياسيون يطالبونه بدعم السيسي الوطن الصفحة الأولى إحالة البلاغات والتحقيقات في قضية تدخم ثروة شفيق للنيابة العسكرية الوفد الصفحة السابعة لواء متقاد حسام سويلا مخاوف إسرائيلية من تغير ميزان القوى مع مصر بعد صفقة الأسلحة مع روسيا اليوم السابع الرابع السيناتور أمريكي يدعو واشنطن والغرب إلى التواصل مع مصر بدلا من عزلها تعليق بسيط سيد أحمد عن ارتفاع الكهرباء سررا كما تقول الأهرام أنا كنت عايزة أقول على ترجع عن قانون فرض ضرابة على أرباح البورصة هذا ليس مؤكد حتى الآن شوف لا هو حترجوه ليه بقى لأنه نقطة ضعف عبد الفتاح السيسي هي الفساد خلاص أنا بقول كده ونفسي سؤال أنا ما عنديش فوتيل أسددها لحد لا ده ده قصة تانية خالص ده قصة تانية طب ما هم لعبوه في موضوع إعلام نتيجة الانتخابات ولما قال لهم عايز منكم 100 مليار المصريين عارفين الحكاية دي كل حق بس أنا عايز أقول إيه أنه أتمنى أنه عبد الفتاح السيسي أو حد من حملته يكون سمعنا دلوقتي وأنا يعني دي النصيحة اللي ممكن تتقدم له لو هو جاد سريعا سيد لو هو جاد الفساد هو نقطة ضعفك وإذا أنت جاد في حل مشاكل مصر الاقتصادية فخلي خطابك زي ما بتقول اللي أنت بتسميه الإرهاب خطابك قوي فيه كده خليك مع الفساد قوي وقول أنا اكتسل فساد أحمد حسن الشرقوي أشكرا شكرا جزيلا كما أشكرك آيات العرابي الكتبة الصحفية آيات عرابي الكتبة الصحفية وشكرا مصرور لكم اشتركوا في القناة